السلام عليكم اخواني المتابعين من كل مكان في العالم النهاردة حضرتك وانت بتقالف في الانترنت تشوف ظاهر غريبة ان فيه ناس بتغلط على مصر زي الست دي طبعا ده بيكون نتيجة ان فيها شخص غلط فيها وده بيكون شكل فردي فاول كلمة بيقولوها ان مصر بلد الرقاصين والرقاصات حضرتك مصر مية وعشرة مليون لو فرضنا ان عندنا عشرة مليون رقاصة فهيفضل مية مليون شخصا طيف مصر تملك مجموعة من العلماء والازهر الشريف اللي نشر الاسلام حول العالم النهاردة حضرتك انت بتقولي هو بقولوها خدامين طبعا كل واحد في مصر زي ما احنا بنقول خدام لهم تعيشوا حدش خدام حد كون يتنمر عليك فده حقك واحنا نجيب لك حقك منه اما غير كده ما تحاوليش تشتهري على حساب مصر لان مصر والمصريين الناس نظيفة طبعا في واحد اقول انا نزلت من مصر وشفت 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 اضطوره على اشخالها تقع انت جا تدور على الوساخ انت لو جا تدور على الاحترام والادب هتجي يتلاقي الاحترام والادب والناس المصلين والناس التعبير هنكمل يا اخوان مع السيتي دية وهنرجع نقول تاني ايه ان طبعا في ناسة الصاد الكلام وتقول عن قولت الرأسات الرأسات سبحانه وتعالى مكون ربنا سبحانه وتعالى يغفر لما تخدم من زماء ومتأخر بفعل خير هي تعمله تدخل هي الجنة واحنا ندخلهم معرفة ايه ارجع ربنا سبحانه وتعالى انه غفر رحيم تاني نقطة تالي تاسيتي دية قالت ان يقول علينا حبل الشيين وصمر وكده وطبعا اللي هم تعرفوش ان مصر فهه صمر وفهه بيض وتقول لها غنينا كانت للصمر ان الصمر بنعتبره نص الجمال تالت نقطة اكلمت في موضوع السد وانه ممكن يموت ناس ومش ناس طبعا احنا نملك اقوى جش في المنطقة 450 الف جند اساسي 500 الف جند احتياط من اقوى المعدات في المنطقة طبعا مشكلتنا مش مع الهل يسيوبيا ولا في اي مشكلة بيننا وبينهم احنا ناس بنحبهم بنحب العالم كله مشكلتنا مشكلة سياسية منتعلقة بنقص المياه عايزين يحرمونا من حقنا في المياه احنا والسودان فده مشكلتنا والامر مترك كل الحكومة المصرية هي المفوضة بالامر ده وده امر السياسي وهم مفوضين به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوانا المتابعين في كل مكان حول العالم تحية طيبة وبعد هتكلم برضو في موضوع مهم جدا وهو ظاهرة البامبر وان والبامبر تو وان شاء الله قريبا في الاسواق البامبر سري طبعا الناس اللي بتنشهر وبتتنجم بفلوسي وفلوس حضرتك لان حضرتك بتتبعهم وانا بتتبعهم فمتبعيتنا ليهم هي اللي بتخليهم يتنجموا ويبنجوم لان حضرتك وحضرتك لو ما بصلهمش لا يجلوا معلانات ولا يتنجموا ولا يشتهروا طبعا مجدد الناس ديت ولا ضد شهرتهم ولا ضد اي حاجة معهم الا موضوع اللي هم اللي بنشروا موضوع البلطجة وموضوع الافقار الهدامة للشباب لان فترة من الفترات كانت انتشرت فكرة الطعن الشباب الكسر بالسلاح الابيض وكانت بتأدي الوفاة احد منهم وطبعا بتنشر فكرة سيئة جدا عن مصر ان مصر بلد بلطجة وبلد لا تتمتع بالامان وهي عكس ذلك تماما وان كانت موجودة بعض الفئات الضالة فده بشكل بسيط جدا وبفضل الامر والامر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة